مرحبا بكم انطلقت أعمال مؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار 2016 الذي يقام في البحرين للمرة الثانية والذي يجمع تحت سقف واحد قادة الفكر الدوليين وصناع السياسات وأبرز خبراء التمويل والاستثمار من سائر أنحاء المنطقة لمناقشة دور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاقتصاد العالمي وأكد المشاركون في المؤتمر على أن أسعار النفط المنخفضة وعدم الاستقرار الجيوسياسي وانخفاض الانفاق الحكومي تعتبر أبرز القضايا الاقتصادية لدول مجلس التعاون مشددين على وجود حاجة ملحة إلى تنويع الموارد الاقتصادية بعيدا عن القطاع النفطي وأشهد المشاركون بجهود مملكة البحرين في تنويع مصادر الدخل لتخطي تبعات الانخفاض المستمر لأسعار النفط ما عندي أي شك أن البنوك في الخليج قادرة لأن أول شي عندها ملاءة قوية وعندها كفاية والمشارعين والسنترال بانكس فما أعتقد أن تكون في مشكلة أت أول نحن لا يوجد وضع سيء والقوانين الجديدة والرجلات التي تطلع واجد تساعد أن تحمل مستثمر وتعطي فرصة شغل مناسبة للبنوك ترجمة نانسي قنقر